ولمزيدنا من المتابعة معنا مباشرة حماد العربي موفد التلفزيون المصري من العريش حماد بعد التحية اطلعنا على الجديد لديك أحياتي لكي أدوى لكل مشاهد التلفزيون المصري استمرار لتدفق المساعدات سواء في معبر رفح أو على مدينة العريش يمكن شاهدنا اليوم دخول عدد كبير من الشاحنات في سابع أيام الهدنة المتفق عليها ما بين قوات الاحتلال وما بين الفصائل الفلسطينية أيضا هناك زيارة مهمة للغاية كما تابعنا على الشاشة وهناك زيارة لرئيس البرلمان العربي إلى معبر رفح وحديث مستمر عن الانتهكات الإسرائيلية عن قدرة البرلمان العربي على الضغط المستمر على أصحاب القرار الدولي والتقدم بملف كبير إلى الجنائية الدولية يدين قوات الاحتلال بشكل كبير ويوثق كل الانتهكات التي حدثت على مدار خمسين يوما في مدينة غزة واستمرار القصف وكم الحالات التي أصيبت في هذه الحرب الكارثية على القطاع نتحدث عن ما يزيد عن 30 ألف مصاب بالضبط 36 ألف مصاب من أبناء قطاع غزة استمرت هذه الزيارة لبعض الوقت في معبر رفح ومن ثم جئنا عبر هذه الزيارة أو مع هذه الزيارة إلى مستشفى العريش العام ورأى عدد كبير من أعضاء الوفد الحالة الكارثية التي بها المصابون الذين جاءوا عبر معبر رفح حروق بشكل كبير في مختلف مناطق الجسد أيضا احتياج لعمليات وبعض الحالات لديها بتر في عدة أطراف من الجسد سواء السقين أو الذراعين ويمكن هذه الحالات أكدت على القرار الذي اتخذ بتقديم ملف قوي إلى الجنائية الدولية لإدانة قوات الاحتلال فيما ذهبت إليه من هذه الكوارث داخل قطاع غزة يضاف أيضا لكل هذه البيانات استمرار توافض عدد من الطائرات إلى مطار العريش الدولي واتخذ كافة الإجراءات من قبل الهلال الأحمر المصري وعدد من المنظمات التي بها عدد كبير من المتطوعين الذين تضافرونها مع الهلال الأحمر لإنزال وتفريغ تلك الطائرات وتحميل الشاحنات من المطار إلى المخازن التابعة للهلال الأحمر المصري في مدينة العريش يضاف أيضا إلى كل ذلك استمرار الدفع بعدد من سيارات الإسعاف للدخول إلى معبر رفح ونقل المصابين الذين أتونا ما بين حين وآخر من داخل قطاع غزة إلى معبر رفح وتقديم أوجه الرعاية الكاملة والتي تبدأ بإجراء الكشف المبدئي في المعبر ومن ثم التحويل سواء لمستشفيات العريش أو لعدد من المستشفيات على مستوى جمهورية مصر العربية سواء مدين القناة أو القاهرة أشكرك شكرا جزيلا حمادة العربي موفد التلفزيون المصري معنا مباشرة من العريش ترجمة نانسي قنقر